موسيقى مع أخونا خالد وبعدين إن شاء الله نأتي بباقي الأوراق يعني هذا الجدول حتى من دخل على أي مواقع موقع مواقع الإنترنت سيجد هذا الجدول موجود لو كتبت فقط جدول سجود السهو الشيخ بن محمد مصالح الوثامين ستجد هذا الجدول وفي النهاية تجد المرجع رسائل فقية أليف بن وثامين رحمه الله في الجدول عندك سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو وأسبابه ثلاثة الزيادة النقص الشك في الزيادة إذا أراد إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ناسيا يبه هذا يتعلق بالإيه؟ يتعلق بالركن إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ناسيا فهذا أحد حالتين الأولى أنه لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو بعد التسليم الثانية إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو بعد السلام مثال ذلك كان يصلي وزاد ركوعا بعدما قام من الركوع نسي فزاد ركوعا آخر فإذا أتم الركوع الثاني ثم وقف ولم يتذكر إلا بعدما أتمه خلاص يسقط هذا ويكمل صلاته والسجود يكون بعد السلام إن تذكر أثناء الركوع الثاني الذي أتى به وهو زائد واجب عليه الرجوع عنه يبقى يرجع مباشرة يقف ويترك الركوع ويتم صلاته ويسجد بعد السلام هذا إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو ركوعا أو سجودا ناسيا طيب إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسيا إن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد خلاص إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسيا إذا لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد لسه بعد السلام وضحت هذه كما فعل النبس سلم لما نبه على هذا هو الآن لما رجع الآن هو وضحت الحالة الثانية إن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته يعني يكملها إيه؟ يعني إذا كان ناس ركع ينصلى ركعتين وناس ركعتين يكملوا ركعتين ولكن نحن في باب زيادة أي ماب زيادة إحنا الآن اسمعني بس انتظر عليه هو الآن لما هيكمل ركعتين مش إحنا قلنا أن السلام اللي حصل في المصر ده زيادة ولا لا؟ وضحت؟ طيب سأصبر علي طيب الحالة الثانية أو السبب الثاني النقص النقص إما يكون نقص أركان أو نقص إيه؟ واجبات يبقى نقص السنن هذا مختلف فيه لكن نقص الأركان أو نقص الواجبات هذا عليه أن يسجد للسهو فنقص الأركان إن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له خلاص واحد ناس كبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له إن كان غير تكبيرة الإحرام فهو أحد حالتين إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغية الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها ثم يكمل ويسجد لسهو بعد السلام واضحة هذه؟ طيب إن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وتذكر واجب عليه أن يعود إلى الركن المطروك فيأتي به وبما بعده ثم يسجد لسهو بعد السلام صورة ذلك كان يصلي فترك الركوع ونزل من القراءة إلى السجود مباشرة على الحالة الأولى إذا لم يتذكر إلا بعدما وصل إلى الركوع من الركعة التي تليه أسقط الركعة بكاملها واعتبر الركعة التي هو فيها الآن مقام الركعة التي حدث فيها الخلل فإذا لم يصل وتذكر في المنتصف يعني نزل من القيام إلى السجود وفي أثناء السجود تذكر مثلا أنه نسي الركوع يقم فيأتي بما نسى ثم يستأنف صلاته ليس يأتي بما نسى ويرجع على السجود ثاني لا يأتي بالركوع مثلا الذي نساه ثم يقوم ثم يسجد ثم يتم بقية الصلاة نقص الواجبات إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة إن ذكره قبل أن يفارق محله هو لا تشاهد الأوسط لكن لسه جالس أتى به ولا شيء عليه خلاص ولا شيء عليه ما عنده سجود ليس عليه سجود وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد لسه ويسلم خلاص يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السجود لسه بعد السلام خلاص هو لسه ما قلنا ما انتصبش ما وقفش ما تلبس بالركض لكن يعني كان بين بين الواجب اللي كان فيه وبين الركن الذي بعده ولم يتلبس حال الثالثة إن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام وضحة هذه إن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط سقط عنه إيه إيه ليسقط التشهد الواجب خلاص سواء كان التشهد أو غيره من الواجبات فلا يرجع إليه ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام وإن راجع إليه مخطأا وآتى به فلا شيء عليه يكمي يتم صلاته ويسجد للسهو قبل بعد السلام لا قبل السلام خلاص لكن الراجع من أقوى أنه لا يرجع إليه لأن من تلبس بركن فهو الأقوى لا يرجع إلى الواجب لأن الواجب أقل من الركن السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك وهو التردد بين أيهما الذي وقع ولا يخل الشك في الصلاة من حالتين أن يترجح عنده أحد الأمرين اللي هو التحر بقى خلاص اللي حكلمنا عنه أنه يجتهد ويتحر فإن ترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام لأنه أتم صلاته ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين واليقين هو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل السلام خلاص وضحت هذه ورقة واضحة الجد والواضح أخونا عنده سؤال قبل الأذان في دقيقة